أختي عبدالله بارك الله فيك بالنسبة للسيارة إذا حصل لها حادث لا بد أن نتصور مسألة وضعية السيارة فإن العرف يدل على أن السيارة التي تعرضت لحادث مروري وصلحت أو صبغت فإن قيمتها ستقل حتى لو رجعت كما كانت ولذلك الآن في عرف عند أصحاب المعارض لما يجي الشخص يعرض السيارة يقول له مصبوغة حصل لها حادث شيء لماذا؟ لأنه ينقص تنقص القيمة فكون الإنسان صلح سيارته المتضررة لا يعني والله أنه أخذ حقه كاملا لأن قيمة السيارة بنظر الناس ستقل يعني مثلا سيارة قيمتها مئة ألف أفترض حصل لها حادث وراح وداها للورشة وصلحوها ورجعت السيارة كما كانت من الصدق والأمانة إذا جاي يبيعها أن يقول والله هذه مصبوغة حصل لها حادث فما يمكن أبدا لأحد أن يشتريها بنفس المبلغ سيكون هناك فارق في السعر فارق في السعر